ايران ايضا هذه النقطة التي انا اتحدثت لو كان ان هناك تحالف ستراتيجي مع الدول هل تتجرأ اسرائيل ان تواجه هذه الدول جميعا مصادرة قرار الدولة جعلها تتعامل معه ان هناك اجزاء بالنتيجة في لبنان حزب الله ضعيف حزب الله قوي لكن لبنان ضعيفة هكذا ينظر اليها ولذلك هي هذه القضية التي اصبحت هذه البلدان التي نتحدث عنها اصبحت بلدان هش لان هناك يهنات موازية هناك سلاح موازي الخطوة القادمة لا تبشر بالخير حقيقة ما هي الان حقيقة استراتيجية ايران غير استعادة الردع حتى الاذرع حتى المحور المقاوم اصبح الان في مواجهة مباشرة ما بعد المواجهة المباشرة هنالك الكثير من الاسئلة التي لا تطرح للنقاش على هذا الاساس انه من سيتمكن بعادة ضبط المنطقة المنطقة الان في اخطر مراحلها ان الاطراف الدولية الكبرى التي كانت تعيد رسم هندسة المنطقة وتحدد الخطوط الحمر لقضية القوة اصبحت الان شبه غائبة ليس لها تأثير سياسي وغير مسيطرة المنظمات الدولية التي ممكن ان تكون فاعلة المبعوث الام ام امي والمدرش المجلس الان الدولي وغيرا اصبحت خارج التغطية فاذا المنطقة الان في مواجهة مصير نفسها من يتمكن في رسم مصير نفسها بالتأكيد ايران دولة قوية ظورها القوي واضح وصريح لكن ماذا تريد اسرائيل حقيقة اسرائيل تتحدث عن انه ابعاد خطر ايران لكن هي من تريد ان تدخل ايران الان في مواجهة واضحة ومباشرة او تبقى في منطقة انه ضربات متبادلة هنا وهناك افعال وردود افعال كل هذه رسم المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة